موسيقى مساكم الله بالخير جميعاً رجالنا معاكم بحلقة يديدة من برنامج المسابقات مع الناس حلقتنا اليوم راح تكون حق الأذكية راح نسألهم بعض الأسئلة اليديدة ونشوف من يقدر يجاوب عليها خلكم معانا وشوفوا شنو صار في حلقة اليوم موسيقى في البداية نتعرف باسمك عبدالله سليمان او شي شلونك بالدين وهلا شيء سألنا يقول كم سنة استغرق نزول القرآن الكريم هل هي 22 سنة ولا 23 سنة ولا 25 ولا 26 23 توقع ان 23 سنة هي الفترة اللي استغرقت حق نزول القرآن الكريم اي نعم 23 سنة ممكن 25 لا لا يا 23 اتوقع يا 21 يعني تتوقع 23 اي نعم اكيد مستة وعشرين 23 اتوقع يعني ما لي رأيه 23 عطنا ايجابتك النهاية انا ولا اقل 23 اول اجابة ما ادري بخلينا على ايجابتي 23 قال لي ان القرآن الكريم استغرق نزوله 23 سنة وزين انك مغرحت على الستة وعشرين لان هذه الاجابة الصح هو شيء شلونك بالعواصم ان شاء الله تمام سؤالنا يقول ما هي عاصمة رومانيا هل هي اوتاوة هل هي بوخارست هل هي مدريد هل هي باريس بوخارست بوخارست البعض ممكن يقول اوتاوة لا لا بوخارست لاني زايد اروا ما وقعت فيه احتمال اجابتك قرنة لا لا الحمد الله ما تريد تغير لا لا الحمد اصاب ناسي لا 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 ما زال سافرت له الديري كانت حلوة صراحة واذكر بوخارست اللي هي عاصمته اجابتك النهائية عاصمة رومان بوخارست قلنا لها مرة قلنا لها مرة الثانية قلنا لها مرة الثالثة ولم راضي انا شويت الا عليه بس زين انك ما غيرت لان اجابتك صح في البداية نتعرف باسماكم غرام نورة رانيا ما هي العملة المستخدمة في الصومال الصومال شنو عملتهم هل هي الفرانك هل هي الدينار هل هي الشلن هل هي اليورو الشلن الشلن تتوقعين عملة الصومال اه ليش مو الفرانك فرانك حين شلن ولا الفرانك كل واحدة فيكم قاعد كل شيء شلن صومال عملتهم الشلن شلن اخاف الدينار لا لا الاجابة النهائية شلن العملة المستخدمة في الصومال هما جاوبوا شنو الشلن قتلوهم الفرنك قالوا لا قتلوهم الدينار قالوا لا قتلوهم اليورو قالوا لا وزين انهم قالوا لا لأن الشلن هي الإجابة الصح شلونكم بعواصم الدول لا ما مني ما أسر حالا سؤالنا عن واحدة من العواصم واللي هي عاصمة المالديف هل هي فيكتوريا هل هي أستانا هل هي بيونج يانج هل هي مالية عشان تسهلون عن نفسكم حطوها بين خيارين مالية أو فيكتوريا مالية أو فيكتوريا فيكتوريا عندكم فيكتوريا أستانا بيونج يانج مالية اتشاوروا على إجابة وحدة عشان راح أعتمدها خمفة كاردية الإجابة الأخيرة شان راح تكون مالية اعتمدها لأن خلاص ما راح أقدر أغير مالية ممكن تكون اللي اخترتوها في البداية فيكتوريا وممكن ما تكون وهي الصح إنه مو فيكتوريا صح إنه هي مالية نتعرف باسمكم شيخة جنا شوق نبيكم تساعدون بعض عشان تحلون الإجابة أوكي أوكي سؤالنا يقول من أي مادة تصنع إطارات السيارة تعرفون توائر السيارة شنو المادة اللي يصنعون من هالإطارات السيارة هل هي المطاط ولا الجلد ولا الفلين ولا الخشب المطاط 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 ليش كلكم قاعد يقولون المطاط يمكن الجلد لا معقولها مولدل لا صح ممكن ما يكون الجلد بس ممكن يكون الفلين لا دوائر السيارة مو من الفلين لا الليش ما ينبع فلين لا يعني شنو تتوقعون المطاط راتب يتغيرون لا المادة اللي يصنعون منها إطارة السيارة مو الجلد ولا الفلين ولا الخشب وإجابتكم صح تتوقعون راح يجابون السؤال اي عشوي لازم تركزون لأنه شوي في صعوبة سؤالنا يقول جمعين حق النحلة خمسة خمسة يراكم عارف يمكن مو خمسة يمكن ثلاثة ترى في في خمسة خمسة خليه يقول لكم الخيارات يمكن أنتم ناسين خمسة لا صعي تقولي أنتم ناسي خمسة خنجرب خنجرب نقول الخيارات هل هي اثنين عينين ولا ثلث عيون ولا سبعة ولا خمسة خمسة من قبل أن أقولوا لإجابة وقالوا خمسة يوما يستهلون عطم هدية إجابتكم صح وابتشذينكم وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أتمنى حلقة اليوم تكون نالت على عجابكم عبالكم خلصنا لا ما خلصنا عندنا أسئلة يديدة ومسابقات يديدة كل نبي منكم دعمنا بزر اللايك عشان نقدم لكم الأفضل دائما ترجمة نانسي قنقر